كانت في انتظار المغاربة العائدين اجراءات صحية صارمة فور وصولهم الى مطارات المملكة ينقل العائدون الى وحدات فندقية حيث يقضون فترة العزل الطبي في اجراء يحمي الصحة العامة يروي عبتلام بطيب مواطن مغربي علق بباريس وعاد على متن رحلة اجلاء الى اجدير حيث قضى فترة الحجر ليلة العودة خرعنا لفحوصات تبية والغد اجرينا التحليل الاول ثم التحليل الثاني بعد خمسة ايام الايام العاشرة التي قضينا بالفندق كانت ممتازة جدا من ناحية انسانية منذ منتصف الشهر الفائت سرع المغرب عملية اعادة المغاربة العالقين بالخارج ومنحت الاولوية للمسنين والاطفال والنساء الحوامل ومن يعانون امراضا مزمنة بين العائدين عبد سلام الشامخ شاب مغربي عاد من اسطنبول وقضى فترة الحجر بمدينة تطوان لما عدنا تكفلت سلطات المغربية بكل حاجياتنا من الاكل والمسكن والرعاية الصحية القول كانت بالمجان جميع الشهادات تقير بان عملية استقبال العالقين القادمين من اسطنبول تمت في ظروف جيدة للغاية الكل هادر الى دياره وهو مطمئن البال بعد عودة الاف العالقين تغييرات مهمة ستطال اجراءات ولوج المغرب يوضحها لنا الدكتور الطيب حمدي رئيس النقابة الوطنية للطب العام هي اجراءات صحية ستطبق اعتبارا من الخامس عشر يوريوز تهم جميع المواطنين المغاربة وايضا الاجانب المقيمين بالمملكة